أهلا وسهلا مرحبا بكم عيشك عيشك اتفضلوا مرحبا عيشك أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم أنا سعيد بلقائكم سعيد لأن هناك مؤسسات للدولة تعمل وتعمل وفق نص الدستور أجتمع بكم في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه تونس وفي هذا المكان للحديث إليكم ولكن للحديث معكم حول عدد من القضايا التي يعيشها شعبنا العظيم الذي استنبط طرقا جديدة حقق بها انفجارا ثوريا وسعودا شاهقا في التاريخ لست هنا لتفسير أحلام البعض فلست بالمنجم ولا لقراءة أضغاف الأحلام ولا لتفسير أو تأويل للأسف الجاهلية الفكرية أشد وأقصى من الجاهلية التي عرفها التاريخ لأن الجاهلي لم يكن يعرف الحقيقة أما من يعرف الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل ومتجاهل يتظاهر بالعلم ويسر على التظاهر بالمعرفة أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفر سعادة الأمة كما قال الشيخ محمد الخضر حسين الذي كان مفتيا في الإمام الأكبر لجامع الأزهر والذي تحدث عن مقاصد الشريعة منذ سنة عشرة وألفين والوحيد من غير المصريين الذي تولى الإمام الكبرى لجامع الأزهر سعادة الأمة هي أن تستنير عقولها وتسمو أخلاقها وتطبط بالنظم التي تساق بها وترضى عن طرق تطبيقها وترتاح إلى تنفيذها وتأمن أن تمتد يد غريبة إلى حق من حقوقها وأنا أعلم علم اليقين ما يحصل في هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاب بها نحن وطن حر مستقل قضيتنا وطنية ولا دخلة لأي طرف أجنبي فيها أن الموقف لا يمكن أن يكون موقف الحياد بين الحق والباطل ولا بين الحرية والاستعباد وأن كان البعض يريد المبارزة بالقانون ويدعي فيه معرفة فليعلم أن موقفنا هو النص فالنص بالنص والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ سنة 2011 و2000 دورة شعوذة كتب عليها دورة افتاء تعلق الأمر باليمين وبالتحوير الوزري وكأن الأمر مجرد إجراء عندهم البعض يقول إجراء شكلي وآخر يقول إنه إجراء زوهري اليمين أولاً الأمر لا يتعلق بإجراء وبإجراء مستحيل كما داعي البعض ذلك لينظر لا في النص بل في محتوى اليمين فأن كان المرور على السراط مجرد إجراء وإذا كان النطق بالشهادتين بدوره مجرد إجراء فليحمل إجراءاتهم وتأويلاتهم لهذه الإجراءات معهم يوم الحساب للأسف هذا التحوير الوزري وسواجه ذلك في مكتوب الرسمي فيه العديد من الخروقات أولاً النظام الداخلي للمجلس هو النظام الداخلي وليس قانوناً من قوانين الدولة نشر بالرأيد الرسمي ولا وجود فيه للجملة المعهودة ينفذ كقانون من قوانين الدولة هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو ثم أين المرأة في حين أن النص الدستوري ينص على ضمان تمثيل المرأة على ضمان تمثيلها ثم من تعلقت به شبهات ولي من المعلومات الكثير لماذا يحلف لماذا يضع يده على القرآن ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور القضية تتعلق بصراعا لا أريد الدخول فيه هناك دولة وهناك مؤسسات ومن يدعي أنه في مثل هذا الوضع تعطلت مؤسسات الدولة فهو السبب في تعطلها وليس رئيس الدولة علما وأن المؤسسات تعمل هناك جملة من الحقاق أعرفها لكن واجب التحفظ يقتضي مني اليوم ألا أذكرها ولكن أعلم جيدا أن هذا التحوير الوزري تحوير تم الاتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة الأمر بين واضح للجميع فالقضية أن كانت قانونية فالوصول واضحة الفصل 89 لا يطبق يطبق فقط عند تشكيل الحكومة إثر الأعلام عن النتائج النهائية للانتخابات ثم يتم التداول في مجلس الوزراء لأن الأمر يتعلق بهيكلة الحكومة ثم قبل ذلك يقع أعلام رئيس الجمهورية قرسي الرئاسة رئاسة الدولة ليس شغرا ولا ألعب دورا رمزيا كما أدعى البعض ذلك ولن أترك الدولة التونسية في مهب هذه السراعات وليتحمل كل واحد مننا مسؤوليته كاملة في المحافظة على الدولة وعلى مؤسستها وعلى السير الطبيعي لمرافقها هذا التحق يعني منذ دخل إلى هذا المكان أعمل على المشاورات مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الأولى ثم مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الثانية ثم بعد ذلك منذ تشكيل الحكومة وأدائها اليمين بدأت المشاورات حول تحوير الوزاري الدولة ليست لعبة وليست دمية الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنث في العاد وفي القسم للأسف من حنثوا في اليمين التي أدوها هم الذين يطالبون اليوم بأن يؤدي البعض أهدي اليمين قلتها ربما تذكرون ذلك في الخطاب الذي ألقيته بمجلسي نواب الشعب نحن استئمنا العيشة بين الحفر وأن نكون صادقين في الحياة الدنيا لنجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحل هو بالنص الدستوري لا بالتأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل أن لم تكن الإرادة ثابتة وصادقة أعلم كما قلت الكثير أعلم الأجتماعات التي تنظم وأعلم كيف يتم استدعاء بعض الأجانب للاستجاد بهم ألا ينظر في اليمين التي أدوها ألا ينظر إلى أنفسهم في المرآت ألا يخجلون مما يفعلون أرجو أن نخل اليوم من هذا اللقاء ب مواقف تاريخية ثابتة في وضعا يقتضي منه أن نكون في موعد مع التاريخ الموقف الحقيقي أعتقد أنه واضح والتاريخ لا خير فيه أن كان يعيد نفسه لأن ذلك لم يستطع للناس وعظا ولا إصلاحا ترجمة نانسي قنقر